السلام عليكم ورجعنا لكم في فيديو جديد مع تحديث الصيف نزلت مودات جديدة للكزن وتدخلنا على غرف وأماكن ما نقدر نوصلها بالوقت الحالي هذه المودات عددها الثمانية وعليها دبل فلوس واربي لهذا الأسبوع فإذا كنت تتابع المقطع بعد الدبل على الأغلب بتختلف الأرباح والجوائز في نهاية المودات لكن طريقة المود مستمرة على نفس الشيء اللي بدأت فيه فبدون أي تأخير نبدأ مع المودة الأول انتو راج وعندنا ثلاث فرق المهاجمين الشخص المطلوب والحارس اللي لازم يدافع عن هذا الشخص مهماتك تقتل اللاعب اللي عليها الهدف قبل لا يخلص الوقت تحت يعني نقول مدة الجولة تأخذ عشر دقائق بالنسبة لمهاجمين فتقدر تشوف بالليل ومعك أسلحة يدوية فقط وإذا قتلت أو خسرت في أي وقت تقدر ترجع مرة ثانية وتكمل الجولة ما تنتهي الجولة إلا إذا خلص الوقت أو مات اللاعب المطلوب طبعا لازم تضربها كثير عشان يموت فلا تتوقع تقدر تقتله من أول هجوم مع أني كنت بسويها هنا لكن جتني غدرة من الحارس وقتلني بكل الأحوال بعد الجولة بتنقل بالأوضاع ويصير واحد منكم مطلوب والباقي مهاجمين أنت هنا معك خمس أسلحة ومنها رصاص حارق لكن المشكلة أنك ما تقدر تشوف بالليل ولازم تستعمل الكشاف على السلاح وصدقني مهما حاولت تهرب وتحمي نفسك عشر دقايق وقت كثير وصعب جدا تفوز إلا طبعا إذا جلست بغرفة فيها مدخل واحد وصرت تقتلهم أول ما يدخلوا من الباب لكن ما أشوفها فكرة كويسة ويعتبر غوش تقريبا المهم مع خمس أشخاص وفوز مرتين قدرت أكسب أربع وأربعين ألف وثمانمية فلوس وست ألاف وثمانمية وستة وعشرين أر بي ننتقل لأفري بوليت كونس فهذا المود اتكلمنا عنه في أكثر من فيديو لكن اختلف المكان هذه المرة أغلب الأوقات كان ينزل بالبنكر أما اليوم داخل الكازينو بما أني اتكلمت عنه أكثر من مرة فنقول شرح بسيط للأشخاص اللي ما جربوه ولا شافوا الفيديوهات السابقة المود باختصاره من اسمه تعرف أن كل رصاصة مهمة يعني معك مسدس فيه رصاصة وحدة بالمخزن يا تقتل أو تنقتل طبعا معك أربع رصاصات غيرها لكن المخزن ما يكفي غير وحدة فبتجلس تقتل باقي الفرق بهذا السلاح وأول ما يخلص عندك اختيارين يا أما تدور على رصاص داخل المكان أو تسحب السكين وترجع للأسلوب القديم وما أدري كيف خسرت هنا مع أني ضربت قبل لا يشوفني لكن المهم هذه طريقة المود واحتمال تاخذ مكان فريق ثاني بعد ما تنتهي الجولة مع 6 أشخاص وفوز مرتين توصل أرباحك لـ 25800 فلوس و2526 ربي أما بالنسبة له Hardest Target فهي عبارة عن أشخاص مهمين في كل فريق يعني حاليا كل فريق فيه شخصين واحد منهم يعتبر الهدف ولازم تقتله عشان تحسب النقاط عندك لأن الثاني يعتبر مدافع وما يعطيك أي نقاط كل دقيقة تماما بتغير الوضع والشخص الثاني بيستلم الهدف وتستمر معركة لين يخلص الوقت أو أي فريق يقدر يقتل 13 مرات تقريبا في عندك عدد كبير من الأسلحة هذا غير الأسلحة اللي تلاقيها داخل المكان مع أربع أشخاص أفوز مرتين توصل أرباحك لـ 21700 فلوس و3000 ربي من هنا نروح للجاقرنات وأعرف كثير ناس تفضل هذا المود لكن شخصيا ما أدخل المود إلا عشان أصور وأشوف أنه فيه مودات أفضل بكل الأحوال هنا فيه فريقين كل فريق فيه وحش معه ملابس ضد الصواريخ والمتفجرات المشكلة هنا أن هذا الوحش هو الهدف اللي لازم تقتله عشان تفوز طبعا إذا أخذت الشخص العادي فما دريش أقول لك لكن حاول تتفرج من مسافة بعيدة ولا تقرب على الحرب أما إذا أخذت الوحش فما عليك إلا تجيب الرشاش الثقيل أتوقع معك سلاح الليزر لكن الرشاش أقوى بهذه الحالة المهم بتجلس أنت والوحش الثاني تضربه بعض لأكثر من دقيقة وبعدها اللي موت يخسر وتنتهي الجولة مع أربع أشخاص وفوز مرتين بيجيك 18300 فلوس و1780 ربي ننتقل للمود الخامس كل كواتا وهو ديث ماتش عادي بين فريقين أو أكثر والأسلحة اللي معك موجودة تحت على اليمين كل ما تقتل خمس أشخاص بيجيك سلاح ثاني مضرور يكون أفضل من سلاحك القديم لكن لازم تحاول تمشي مع الأوضاع وتقتل خمسة مرة ثانية عشان يجيك سلاح مختلف ويستمر مود زي كذا لنتوصل لخمس أسلحة وبعدها تجيك سكين وتخطفي علامتك من الخريطة ولازم تقتل شخص واحد بالسكين وتنتهي الجولة مع أربع أشخاص وفوز مرتين تكسب 38000 فلوس و5600 ربي طيب بالنسبة لي ريزر اكشن فهو ديث ماتش عادي لكن الفرق الوحيد أن النتيجة هنا تحسب للفريق كامل بدل كل لاعب بشكل منفصل يعني إذا الفريق فيه ثلاث لعبين وانتقتلت اثنين ما يحسب لك أي شيء ولازم تقتل كل الأشخاص بنفس الوقت تقدر ترجع الأشخاص اللي خسروا قبل لا تنتهي الجولة وبكذا تستمر الحرب لوقت أطول ومثل ما تشوفون تحت علي المين تنتهي الجولة بعد ما يفوز أي فريق لخمس مرات وكحد أخصى بتاخذ معك خمس دقايق ومع خمس أشخاص وفوز ثلاث مرات توصل أرباحك لـ 43000 فلوس و7300 ربي نتقل للسلاشر هو المود اللي ما شفت منه شيء يعني الشاشة كلها سوداء ومعك كشاف ولازم تدور على الشخص المطلوب طبعا كل اللاعبين ضد شخص واحد هات الشخص معه أسلحة وما أتوقع يقدر يشوفك إلا إذا استخدم الكشاف على السلاح طبعا أنا أغلب الوقت جالس أمشي على خريطة وخايف تجي نرصاصها في أي وقت لأنه بجرد ما تشغل الكشاف بيعرف هات الشخص وين مكانك وتتورط وأفضل حل أنك تلبس سماعات عشان تعرف وين مكان بالضبط طبعا أنا جلد ما أقول لكم لا بس في النهاية قتلت الشخص وما أشوفه أصلا بس حطيت الماوس وجلست أضرب على الفاضي وفجأة أشوف أن الجولة انتهت وفزنا بالقيم مع خمس أوش خاص وفوز ثلاث مرات تكسب عشرين الف فلوس و 1900 ربي أخيرا عندنا Trading Places وهو موضة الغضرات بكل صراحة يعني ما في أحد مع أحد وطبعا في فريقين لكن شفت الوقت تحت على اليمين هذا يحدد أنت مع مين إذا نزل اسمك تحت الخطة الفاصل تصير مع الفريق الخاصر ولازم تعيش لمدة أطول وتقتل في فريق الثاني عشان تصير من الفريق الفائز السهل فوما فيها أنك مثلا مع الفريق الفائز فجأة تموت وتصير ضدهم ولازم تقتل اللي جنبك فالمود يعني كويس نوعا ما والحلو أنه محدد في دور واحد ومتدخلك للغرف وتضيع داخل المكان والأحلى من كل ذا أنه يعتبر الأفضل من جهات الأرباح فمع خمس لعبين وفوز مرتين توصل أرباحك لـ 58 ألف فلوس و 8400 ربي وهذه كانت المودات الجديدة والأرباح الخاصة فيها ومثل ما قلت الأرباح تتغير بدون دبل فلوس لكن بشكل عام المودة الأخير هو الأفضل بالوقت الحالي إيش رأيك كنت؟ وهل جربت المودات الجديدة أم أنك تفضل المودات القديمة؟ بكل الأحوال هذه المودات ممخصصة للأرباح وإنما لتجربة شيء جديد ولكن يعني بعض الأوقات تصير الأرباح حدف كبير في هذه المهمات بكذا بالفيديوهات القادمة نتكلم عن باقي الأشياء الجديدة اللي نزلت مع التحديث من هنا أكون وصلت لنهاية المقطع يعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسى من اللايك والاشتراك وشوفكم فيديو جديد إذن الله